أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلوس وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية كما دهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتويتها وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم وسط تواصل اشتباكات العنيفة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نيتانياهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة واعتبر الرئيس الأمريكي أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ليس حلا ليس مستحيلا بوجود نيتانياهو في السلطة وأوضح أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض جميع حلول الدولتين مشيرا إلى أن هناك عددا من الأنماط الممكنة إذ إن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة سرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يؤمن بإمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط وأوضح كيربي أن بلاده تدعم الهدن الإنسانية لكنها تعتقد أن وقف إطلاق النار سيفيد الفصائل الفلسطينية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة وقع ستون نائبا من عضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن على رسالة يحثون فيها الإدارة على التأكيد على معارضة الولايات المتحدة بشدة التهجير القصري والدائم للفلسطينيين من غزة وجاء في الرسالة الموجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين أن النواب يحثون الإدارة الأمريكية على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف ويطلبون تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكملي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار وهو جزء من طلب تمويل إضافي قال عضو البرلمان الهولندي ستيفان بان بارلي أن هناك أزدواجية في المعايير في التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق سكان قطاع غزة وما تقوم به في قطاع غزة من عدوان وحشية لا يمكن توصيفه بأنه دفاع عن النفس وأكد عضو البرلمان الهولندية ضررة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية لا تزال تغضى الترفع من جرائم إسرائيل في قطاع غزة أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات ضد ثلاثة صواريخ مضادة للسفن لقوات الحوثي كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية رصدت صواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن مشيرة إلى أنها خلصت إلى تمثيلها تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة معتبرة أن قيامها بقصف هذه الصواريخ وتدميرها جاء دفاعا عن النفس أفدت قيادة العمليات الجنوبية والأوكرانية بأن روسيا تحتفظ بسفينتين تقومان بمهمة قتالية في البحر الأسود تحمل واحدة منها على الأقل صواريخ كروز من طراز كليبر وذكرت القيادة الأوكرانية أن تلك السفينة تحمل على متنها ثمانية ثواريخ من طراز كليبر مشيرة إلى أن روسيا لديها أيضا ثفينة أخرى في بحر أزوف ورياضيا خاض المنتخب الوطني تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإفورية أبديجان استعدادا لمواجهة منتخب كاف بيردي مساء الاثنين المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية الفين أربعة وعشرين أدى اللاعبون الذين قاضوا مباراة غانا أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين تدريبات استشفائية بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم بعض الجمل الفنية هذا وأثبتت الأشعة التي قضى عليها محمد صلاح قائد منتخب نصر بإصابته بشد في العضالة الخلفية وسيغيب عن المبارايتين المقبلتين للمنتخب أمام كاف بيردي ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل مشاهدين انتهى مجازقة منها ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح القرية مصر بعد الفصل